موسيقى 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 السلام الرحمن الرحيم الاخوة الزملاء محامي مصر الزميلات والزملاء العزاء من الوطن العرب الأفريقية ابناء العزاء من شباب المحامين تحياتي اليكم جميعا اليوم ان شاء الله نتناول حلقة هامة في موضوع هام وخطير ألا وهو براءة الزمة في الرسوم القضائية حيث دائما وفي الدعاوة المدنية ما يصدر قائمة رسوم على الطرف خاسر دعواه أمام القضاء وتكون هذه الرسوم محددة في نوعين من أوامر تقدير الرسوم الذي يصدر عن المحكمة في قلم المطالبة بالقصيمة مطالبة نموذج رقم 25 محاكم إحداها نسبي والأخرى خدمات ويتم إعلان خاسر دعواه بهذه الأوامر عن طريق قلم المحضرين المختص ثم يعود موظف المطالبة بتحرير تنفيذ للمحضر المختص للتنفيذ بها أو بواسطة موظف المطالبة حيث يقوم بالانتقال إلى الشخص المكلف بها لتحصلها وتحرير محضر تحصيل في حالة السداد وفي حالة عدم السداد يقوم بتوقيع الحجز عليه وتحديد يوم لبيع المحجوزات ويختره رسميا بذلك حيث أنه إذا لم يسدد في موعد البيع تحرر له محضر تبديد للمنقولات المحجوز عليها ويقيد برقم جنحة وتكون لقوبة الحبس المقررة لجنحة التبديد والتي تتراوح من 24 ساعة إلى 3 سنوات وفق تقدير المحكمة هذا وقد يعرض يعرض على المكلف بالرسوم خسر دواه حيث يعرض عليه موظف المطالبة بسداد سلسي المبلغ المنفذ به وإعفائه من السلس الباقي وذلك كله في إطار قرار وزير العدل رقم 2 لسنة 2009 بشأن تقدير الرسوم والذي قضى بيقافه حكم المحكمة الدستورية العالية حيث كان يستند إلى القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية والمعدل بالقانون 126 لسنة 2009 حيث تنص المادة 9 لأنه لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوة التي تزيق قيمتها على 40 ألف جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوة التي تزيق قيمتها على ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من 20 ألف جنيه لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من 10 ألف جنيه في الدعاوة التي تزيد قيمتها على مليون جنيه وفي جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به وهنا يكمن لغز دعوة برأية الزمة والخيط الرفيع في استحقاق الرسوم من عدم حيث استقرت وتواطرت نتيجة لذلك محكمة النقض على أنه المواد تلاتة وتسعة واحد وعشرين من القانون رقم تسعين لسنة الف وتسعمية أربعة واربعين الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم ستة وستين لسنة الف وتسعمية أربعة وستين حيث مؤد مفهوم المخالفة للمادة تسعة أنه في حال انتهاء الدعوة بالرفض أو عدم القبول دون القضاء للمدعي بسمة شيء يمتنع على قلم كتاب المحكمة تسويت الرسم أو تحصير رسم نسبي غير الذي تم تحصيله عند رفع الدعوة هنقول الجزية دي تاني لأن دي هي موضوع دعوة برات الزم أو هي صلب موضوع دعوة برات الزم في حال انتهاء الدعوة بالرفض أو عدم القبول دون القضاء للمدعي بسمة شيء يمتنع على قلم الكتاب تسوية الرسم أو تحصير رسم نسبي غير الذي تم تحصيله عند رفع الدعوة وذلك المفهوم الذي قضت به المدى التسعة من القانون مية ستة وعشرين لسنة الفين وتسعة بتعديل الرسوم القضائية حيث يتم تسوية الرسوم على أساس ما حكم به طبقا للفقرة الأخيرة من هذه المدى فإذا كانت المحكمة لم تقضي بشيء فيها الدعوة فلا تستحق أي رسوم مقابل اللاشيء إنما تستحق فقط على مقدار ما حكم به في النزاع المعروف طالما لم يصدر حكم بإلزام أي من أطراف الخصومة بشيء لصالح خصمه وقادت المحكمة برفض الدعوة فلا نتيجة إيجابية تتحصل للمدعي الذي قام دعواه ضد خصمه وبالتالي يكون ما سدده حار رفع دعواه هو ما خسره من رسوم مقابل خصرانه دعواه يعني كده الأمور بقت وضحة إن طالما المدعي لم يقضي القضاء له بشيء في دعواه بشيء إيجابي في دعواه وقادت المحكمة بقبول الدعوة شكلا ورفضها موضوعا أو بعدم القبول شكلا يبقى كده كده اللي رفع الدعوة خسرها يبقى ما يعودش عليه الخصارة برسوم تانية أكتر من رسوم اللي خسرها هو بيرفع دعواه ده مجزة كده مضمونة كده وده يكون توضيح لموضوع دعوة براية الزمة من الرسوم القضائية كما تعودنا في حلقتنا السابقة في برنامج المحاماة في سبال أسود ونوضح صحيفة الدعوة ومستنداتها كالتالي أولا زي ما قلنا قبل كده راجعوا حلقتنا السابقة إن أي قضية بترفعها من أول جلسة ارفق ملف الدعوة وانت بترفعها حافظة مستندات تحوي المستندات الدل على مقفق القانوني عشان ممكن الدعوة من أول جلسة تتحجز الحق والمحكمة بتبني حكش فرصة تانية لتعديم مستندات أو أجل لتعديم مستندات ويبقى كده خسرت دعوك لإهمالك في إرفاق المستندات الدل على موقفق القانوني أو المثبتة له وفي هذه الدعوة دعوة رسوم القضائية أنت بتقدم صورة من الحكم اللي صدر ابتدائي واستئنافي برفض دعوك أو عدم قابلها اللي هو دليل أنك أنت لم تحقق أي شيء إيجابي في دعوك المقدر عليها الرسوم بتحطهم في حظة مستندات وتقدمهم للمحكمة ومعاهم الأوامر اللي تم إعلانك بيها بتأدير الرسوم اللي احنا ذكرناه في بداية الحلقة دي حظة مستندات اللي هتقدم طب نجل صحيفة الدعوة هتبقى إزاي صحيفة الدعوة المدعي اللي هو الشخص اللي جاء عليه تأدير الرسوم اللي هو كان المدعي وخسر دعوة المدعي عليه وزير العدل بصفته ورئيس وحدة المطالبة بالمحكمة اللي صدر عنها تأدير الرسوم دول المدعي عليهم دول خصوم الدعوة المدعي اللي هو اللي جاء عليه تأدير الرسوم اللي خسر دعوة والمدعي عليهم وزير العدل بصفته ورئيس ألم المطالبة في المحكمة اللي بعتت لك أوامر تأدير الرسوم الموضوع بقى وعلنته ما بالآتي الموضوع بتشرح أوامر تأدير الرسوم اللي أعلنت بيها بالأرقام والمبالغ التي أعلنت بها وتشير إليها في الدعوة التي صدر بشأنها وتشير العدم استحقاقها موضوعا بالشرح وفق ما سبق ذكره منه في شرح نصوص القانون في هذه الحلقة ثم تنتهي العدم استحقاق هذه الرسوم وبراءة الزمة منها وفق ما شرحناه في الحلقة وبتعمل بقى طلباتك الختامية اللي وبناها عليه بتعمل التكليف بتاعك اللي قلنا لازم بقى محدد ودباجة واضحة ومحددة لأن المحكمة هتقضي بناء على التكليف بعد الدباجة بتاع التكليف اللي احنا معرفين على المهدر سال في الزكر الاخره هنقول بقى لسماعيهما اللي هو المدعى عليهما اللي هو موزير العدل بصفة ورئيس ألو المطالبة لسماعيما الحكم ببراءة زمة الطالب من المبالغ المطالب بها بمجابة المطالبة رقم كذا لسنة كذا بمبلغ وخضر كذا وبذات التاريخ المطالبة رقم كذا لسنة كذا بمبلغ كذا وجميعها عن الدعوة رقم كذا لسنة كذا مدني كذا ومع الزام المدعى عليهما بصفاتهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحمى والنفاذ ودي صحيفة الدعوة اللي هتعملها في براءة الزمة وزي ما قلت في قبل كده انك انت لازم ترفع حفظة مستندات تحوي صورة من الحكم اللي صدر بالرفضة أو عدم القبول اللي تقدر عليه الرسوم صورة من الحكم أول درجة وصورة من الحكم السنافي وترفق أيضا أوامر الرسوم المقدرة عليك اللي تم إعلانك بها الرسم النسبي ورسم الخدمات بتعرف الأوامر دي ضمن الحفظة عشان يبقى ده الموضوع بتاعك مكتمل أمام المحكمة وبمثبت بحفظة المستندات المقدمة عشان زي ما قلت قبل كده ممكن المحكمة منقول ده ستحجز للقضية للحكم مش حيبة قدامك أي فرصة إنك تسبك تحقك في دعوات يبقى لازم تروح ملف الدعوة تقدم المحكمة جاهز متوقع أن يصدر حكم في نفس اليوم عشان يبقى كده وصلت إلى دعوة كاملة إن شاء الله يكون حكمها إيجابي لصالحك بإذن الله وطبعا القضية دي بترفع أمام القضاء العادي مش أمام القضاء الإداري بتترفع أمام القضاء العادي أمام المحكمة إذا كان حسب اختصاص القيمة للمحكمة أيضا أمام المحكمة الجزئية أو المحكمة الكلية حسب الاختصاص القيمة فيه المبلغ اللي أعلنت به بفكة أوامر تقدير الرسوم ومرعاة نصاب القانون لخصاص المحكمة وكده تكون الدعوة جاهزة للفصل فيها ان شاء الله وتقدي المحكمة بطلباتك بإلغاء قوائم الرسوم وبراية الزمة من المبالغ الوردة في قوائم الرسوم وتكون حلقتنا ان شاء الله انتهت